اشتركوا في القناة المغرب بقى ما وصلش يقطع مع النظام المأدونيات وايضا بعض الممارسات سائقي الطاكسيات في مدينة الضربدة هات القضايا كلها سنناقشها مع سيم صطفى الكحل الأمير عام لاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل سيم صطفى مرحبا بك مرحبا سي أحمد سيم صطفى الحديث مؤخرا حول أن المشكلة تحت تطبيقة صدكية وتكسراع لكم سوما أصحاب طاكسيات وما بين تطبيقة صدكية قريبا ستوصل لحل هذه المشكلة واشهد شيء بالصح أو غير مجرد كلام تدور في المواقع التواصل الشمائي بسم الله الرحمن الرحيم وتفاعلا مع سؤالي لكم أسي أحمد بخصوص تطبيقات هو ما يعرف بالطهيرة لكي يعيش العالم مشاكل المغرب وكين هناك ما هو واقع وحقيقي وكين ما هو إشعة يعني الواقع اليوم اللي كان عيشوه هو يعني الوصول لجهات المسؤولة إلى الحقيقة يعني منهم عارفين الحقيقة من الأول يعني مسؤوليتهم في هذا الشأن في هذا الصراع القائم هو اللي خلق واحد ضجة وطنية وخلق صراع وكين يعني مواطنين ومواطنات متتبعين لهذا الأمر هذا كين اللي ما عارفينش الحقائق تحملوا المسؤولية للناس قطاع سيارة الأجراء لأنه من يجب أن تقوموا وتديروا الفوضاء وتعترضوا السبيل وهذا الشي كان من فيه كان يقولوا هذا أمر غير صحيح لأن إلا ما تطبقش القانون وما كانش الجهات المسؤولة تتحمل المسؤولية في مراقبة وتطبيق القانون والمراقبة والتتبع شكل اللي غادي يدير القانون لأن الناس كي يحميوا مصالح ديالهم كي يحميوا الحقوق ديالهم كي يحميوا القطاع عادية لهم بطبيعة الحال لا يعقل أننا يشوف قانون لغابة وده قلت عدة مرات اليوم كانت واحد عادة ديالتصريحات طرف وزارة النقل ربما خلال السنة الفارطة أنها تجدهي نتلقى واحد لحل لأمر هذا وتخدم عليه في واحد لجريبه ولكن كنقولها لأنه هذا لا يكفي لو كان حاليا ما كانت شيء يعني حل تعريبا شيء حاجة رسمية ما كاناش لأنه لكانت الحاجة رسمية بطبيعة لها لقد ستكون بلاغ رسمية من طرف القطاع الوزاري المعني اللي غايد يتكلام ويقول فإن راحنا وصلنا لحل هذا شيء ما كاناش اللي كي يمدى بالآن هو يعني الجهات المسؤولة ووصلات من بعد واحد المخاض من بعد واحد المعاناة ديال اللي ميانين في قطاع التاكسي ومن بعد واحد الإكرهات سنوات مضت اليوم أنه كان نسمعوا بلاغات غير رسمية أو دعاءات أو تصريحات غير رسمية أنه راح اتخاذ لمتعين أو اتخاذ القانون في حق كل من يزاوله نشاط مخالف القانون بحكم عندنا تعترضوا لأصحاب التطبيقات الذكية حماية للقطاع ولكن ما عندكم شاية السيفة هذه أو حتى السيد رنك في الطنوبيلة دياله وتعترضوا السبيل دياله وتخرجوا الناس من الطنوبيلة عندك السيد وش عندهم تصيف هذا باش تديروا ديال العام هذا لا لا استحمد هذا شي ما كنش ما كنش اعتراض السبيل ما كنش نعو تتلقون ديال المواطنين لا كي الناس الأمن خاصة المثل ما تضار بيضاء حيث الأمن هو اللي تعيش هذا الأمور في بعض المدن ضار بيضاء من راكش الرباط خاصة مدين تضار بالعكس الام تقوم بالإجراء دياله ما يمكن شو واحد غدي مثلا يجس المحطة ديالك امام الفندق وانت كتشوف فيه بنا ورا فيه لنا هذا يزاوي لهذا النشاط وتبقى تفرج ستدع الناس الام تقول لي ما درب الحال وعلي كان بعض الناس لهم عندهم سيارات متل كي اشتغلوا في النقد صاحب تطبيق الدكيس يقول بعكس الهدرانيس يقول بلنا صاحب الدكيس يعتار درس ديالنا وتيخل فسو علينا اولا هذا تم اخوان ديالنا واخوات ديالنا مواطنين نبدي يدافعوا الراس والحقيقة ديال الكلام هو من بعد ما تم اتخاذ القرارات او اتخاذ المتعين في حق هد المواطنين را هدنا ما نديره الله غالب را ما نلقينا نخدمه را يعني اعتراف ما ما يمكن ش را المسؤولية مش ديال هد الناس المسؤولية ديال الناس اللي وفروا لهم قالوا لهم هذا مجال تشتغلوا فيه تحسنوا الظروف ديال الاجتماعية واد ليس بحل واد غادي احنا نبطر ردو ونقول هد الناس ديال تاكسيات اسيدي تحطوا القريمات وتخرجوا تتوم تخدموا بقانون غابة وخدموا بالابليكاسيون خدموا به عادي ما كان مشكل وهذا ليس معقول هذا المجال يؤدي خدمة لمواطنين اولا لابد تكون الحماية الامنية وانا ما عارفش كان بعض تسريبات ديال بعض الاضيوات بعض لمواطنات حصل الدول الافريقية هذه المخدرات وتتقول والله غالب طلوبة التيرام شدودة والأمن سولوني واش انتي تاكسي لا انا دريفر ولا اسمع يعني احنا عارفو طائر للتاكسي احزيتي هاد المواطنة بأي صيفة بأي صيفة احنا ما عارفينش والناس من الأمن يقولوا احنا ما عارفينش لانهم الحق اذا هذا اشكال امني بالدرجة الاولى بالطبيعة الحال انه وزارة الداخلية كيف ما بدأت في الاول وانا كان حي دائما رجل السلطة صراحة كان حي السيد الوالي السابق خالد سافر تحية لي انه في 2015 اعرف ان هذا المجال مخالف قانونا وده الرسالة رسمية للسيد وكيل الملك محكمة الزجرية بالضربدة من اجل اتخاذ كل الاجراءات القانونية في حق كل من يزاول هذا المجال اعتراف هذا المسؤول تابع الجهاز الوزارة الداخلية اعرف ولكن ما كملتش الامور والاجراءات حتى الشرطة القضائية بولاية الامن وانا كنت حاضر وحضرنا في واحد العدد العمليات اللي قامت بها الاجهزة الامنية وفعلا تم وكملوا الاجراءات وتعليمات السيد وكيل الملك بمحكمة الزجرية بالضربدة ولكن هذا ما كمل يعني تنمش للك الجانيب والمواطن عجبوا هذا المجال أي مزيان المواطن عجبوا هذا المجال ولكن قانونا باش غد حمين تهذاك المواطن اللي عجبوا هذا المجال هدرت على قانونا البعض يقولك باش نخرج من هذه جادة لعدد المشكلة على القطع النقل وتنقف المدون وتصحاب التاكسيات ونحلو هذه المشكلة المؤدونيات ونخلي القطع خاص خطع منفاتيح يعني أي واحد عنده الوسائل نقلته لشركات خاصة تدبر الأمور وش تتفق مع القضيات أولا المطلب يعني السنوات هذه وخلال التفاوض مع وزارة الداخلية السنوات اللي فاتت لأنه تقطع الحوار مع وزارة الداخلية من 2015 والحوار تقطع تدعي مع الجامعة لأنه الوزار ستكون منفاتح الجامعة في 2021 أو في 2019 أنا كان تحاور مع أمن أخصي تتحاور مع الجامعة هذا واحد تانيا موضوع المأدونية لأنه خلال السنوات وأنا كنت من المفاوضين السنوات يعني تقريبا كبيرة جدا أن موضوع القريمة في كل لقاء وفي كل نقاش وفي كل تفاوض كان يقول لا بد من قانون ينظم القطع يعني باش نتهيوا مع الموضوع القريمة هناك أياد أياد خفية ونعطي الدليل أنها باغى هذا الموضوع القريمة يبقى لأنها مستفزة هناك نوبي الذي باغى هو الريع يبقى في هذا القطع والدليل هو أنه من اللي كان نقول هو دير إحنا وصلنا لمرحلة وصلنا لواحد المستوى أن نخصنا نتهي مع موضوع القريمة ونعطي الدليل في 2015 في اجتماع حضرت لي في وزارة الداخلية أعطونا مقاربة معناوي لكي يكون الولوج لكي تستغل رخصة في الطاكسي لا يرى لكي تجاه إحداث شركات يعني كان تفكير وكان أرضية مفتوحة على النقاش سداد لماذا؟ لكي نبقى نحن في الريع والاستغلال ويبقى دائما المواطن يستغل لمواطنين نحن معرف أنهم شوش عايشين معنا في هذا الكوكب والعايشين في كوكب آخر كي يأخذ واحد الكراء ما هو مستفدى من أولاده لا صافي كبر كبر في الريع وكبر أولاده في الريع وانتعش اقتصاديا في الريع وبعاقي بغي يخلف هو الريع للأجيال دياله وتورت هذا إشكال وزير الداخلية الحالي منفروض قبل ما يخرج دورية وزارية اللي تندم القطاع في الاستغلال وفي الرخاص كان منفروض يتقدم بقانون قانون تشريع لمناقشاتهم معنا احنا مع البرلمانيين وللمصادقة عليهم وانتهي ولكن للأسف هناك لوبة باغي هذا الأمر يبقى وما عمرنا غنوصلوا لحلو هذا غربتوا بالموضوع ديالة الطبيقات ترى التحجم غد نجح في قطاع تكسيم مدام بقي نحن نشوف القريبة القريبة ولكن هدرت ناس عايشين في الريع وغاني 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 ولكن ما تنساش ما ننسوش واحد طبقة تعلمو الشمع اللي محتاج لها المأدونيات لأن المأدونيات الكلا اللي كتير هي اللي بعيش به العراميل المعويزين الناس المعوقين كذا كيف في حالة الى هيدنا المأدونيات مسيفانيائية ودرنا الشركات كيف نحن نعيش هؤلاء الناس هؤلاء هؤلاء بزيئ السؤال تترحل في سؤال سيحمد كنا نأخذ التجارب من بعض الدول خاصة دولة فرنسا نأخذ من التجارب بعض القوانين بعض ترسنة القوانين وعنش لم نأخذ التجارب للشوماج وما من الناس في فرنسا مواطنين تتخلصوا وعندهم محتياجة دورهم فرنسا لا الدولة عندها القدرة لكي تخلصت الشوماج نأخذ نأخذ القدرة ونخدم عليها ولدي ونخدم طبق على الناس مثلا في القريمة في الطاكسي كان دول الاحتياجات كان المحاقين هؤلاء الناس لم يدر لهم الصندوق صندوق يدر البرنامانيين صادقوا في 2007 على تغطية صحية 100% لهم العائلته والتقعود بي خير وعلى خير مش يدافع لي أنا وانا مش هدو تضمنها مع تحية اليوم ولكن لابد أن ننتقد ننتقد سياسة لها زادت في تأزوم المغرب ما خلتش المغرب يبان بوحد لماج مزيان بأنه ننتقل وكي نتغير في المغرب في هذا الجانب هذا لا احنا دائما نعيش على وقع مشاكل وتنشوفوها بخطابات بعض المسؤولين السياسيين في المغرب كي يناقشوا هذه الأزمة الشريعية كي يناقشوا هذه الأزمة ديال البرليمانيين ما خلصهم شو ما كدع وما كدع وكان بعض الناس دلهم ما هو معاق ما هو ما وعنده كريمة وفهمت ستة عنده كريمة ناش عنده كريمة ديالتاكسي وعنده كريمة ديالكار وعنده عندي كريمة وأخو فيه أعظم ما عرفناش بعض الأمور لي يعني الجرأة السياسية الجرأة الرجالة الدولة يبينوا للمغاربة رحنا وصلنا ومضجنا سياسيا حنا خصنا نتاهي ونفتحوا نقاش واقعا تتدافع على أصحاب التاكسيات وتتدافع على القيطاع ولكن منظور أن القيطاع خصوية تنظم تنلاحظ واحد من الممارسات على مستور الواقع بأن الناس سائقي بعد سائقي التاكسيات بعد سائقي التاكسيات تدروا ممارسة غير أخلاقية يعني كيفاش إنسان يرفض يطلع واحد سيدانية كبيرة في السن كيفاش إنسان ما يرفض يستعمل الكنطور أمام محطة نقل المسافرين كيفاش يتبرن هذه الممارسات؟ أواس يحمد الممارسات مكينة شغير في التاكسي لا ندره على التاكسي لأن السلوك في الممارسة وفي الاحتكاك في التنقل كان في النقل الحضاري كان في الطيارة كان نشوفه بعض فيديوات الحمد لله أنه ولد وسائل التواصل والاجتماعي كان نشوفه بعض الممارسات بعض الموظفين في الطيارة مع المواطنين غير مقبولة يعني الطاكسي هو يعيش إكراهات ولان أنا ما موفر شي بعدها لأنه ندره على الجانب ديال الحقوق فين غير يخدم وش حال ديال الوقت اللي يخدم فيه يعني يخص نعطيه حقوق دياله باش ما يعيش إنه واحد الحالة نفسية واحد الإنسان مواطن مواطنة يخدم في الطاكسي يخدم 24 ساعة ما كينش فيني يوقف تنقل صعيب باش غيوصل لواحد الكليا واحد المواطن أو مواطنة في الويجهة يدياله خاصة المدينة الدار البيضاء إلا دخل غير السونطرفيل على مستوى دربع عمر أو بنجدية كي غاي ديرتي يخرج نفسانين هاد السيد كي باش بغيتي هو وجاي واحد المواطن خارج من المحكامة أو خارج من الهامل ومنيرفي وغاي طلع ويخبط الباب وصير بنتاو هاد الوقت وكذا رأيك راهات كي عيش السائق يوميا يعني دات السلوك دياله مثلا احنا ما نتفقوش أنه يكون سلوك غير مقبول وما نتفقينش لا نتفق ولكن راكين بعض المواطنين احنا كيبلغ العين بديالنا وكني عيشوا أحدات مواطنة تتكرفس على السائق وتنجيوا احنا وتنحضروا تحضروا الناس ديونا وفي الأخر تبقى هاداك راه اخونا مواطن وهاداك اخونا وتنسلحوا عكس المواطن من اللي تيتعرض لبعض السلوك بتيسمحش يمشي تتقدم شكاية وربما تتاقرة الأمرياء فإذا نتكلم على الجانب بدلا الإكراهات الإكراهات هو اليوم مدينة دار البيضاء أتحدى أن مجلس المدينة وفر وعنده برنامج كان تحدى عنده برنامج للطاكسي فين غا يوقف وفين غا كاداء وفين غا يخدم واش كين تعايش بينه وبين النقل الحضري في المجال لأن المواطنة البيضاويين أو في المغرب خاصة للطاكسي ها كين باسواي ها الطريق ديالو ها الطرامواي وباقي الأشغال ما كملتش واش كون يتأدي الخدمة اليوم إلا الطاكسي هو اللي تيدخل لواحد الويجها صعيب تدخل لها وتينقلك وكتلقى 24 ساعة لا بأس على الإكراهات اللي تعاني هذا السائخ الطاكسي ولكن الإكراهات أخرى تعاني هذا المواطنة اللي تخرج كما قلت نتافر قلت وسائل نقل الحضارية من الطاكسي ساوي ما تيبغيش ديال الويجهة ديالو ولو من الطاكسي ساوي ما تيبغيش يستعمل كونتور نحن دائما تنعموش يعني كين بعض الممارسات بالشكلة هذه نحن نحسن فعليهم حتى عدة مرات كيتطر على يد السؤال في الإداءة في الراديو وفي اللقاءات وكان جواب راكين قانون ما يمكنش طاكسي في واحد شخص مهني وهذا الطاكسي كان الصنف الأول والصنف الثاني الصنف الأول عنده العمال ديالو الخصوصية في التنقون يعني كينقل ما بين الحياء وما بين المناطق وما بين اسميتو ما عندهش كونتور وما الطاكسي الكبار هذا كنا المواطن عارف الوجه ديالو عارف التعريفه وعارف التمان ما كيش مشكل البتي تاكسي عنده كونتور ديالو أي مواطن طلال تاكسي صغير بتي تاكسي رأي له ما خدمش السائق المهني أو ذاك السائق أو السائق ما خدمش الكونتور فهو مخالف ما عندهش لحق خصوه يخدم الكونتور وخصوه يمشي للوجه اللي غيطلب هذاك المواطن وهذا شي أكدنا وكينه مصالح في حالة لما تدرشتش كين شكاية كين مصالح أمينية كين لسانترة البوانتاج كين مزافة الأمور اللي يمكن هذاك المواطن هذاك السائق إذا كان عنده عطب عطب في الاسميتو يمشي يصوي بالعطب ديالو ما يشل الناس يمشي يصوي بالعطب ديالو ويخدم مدام قبل أنه يخدم فهذاك السنف فأيضا قبل بالسروط اللي تنضمها اللي تنضم القانون والقرارات العاملية المعمول بها في هذا المجال وهذا الشي تنقولون للمواطن وكذلك المواطن لتعرض لشي تعسوف من طرف سائق هناك مصالح وكذلك السائق إذا تعرض لشي إيانة شي تعسوف من طرف المواطن را كين الدوائر الأمنية يقف فيه ويأخذ الحق ديالو وكين سيم سطافش كين مراقبة للتاكسيات على مستوى مدينة الدار ميدا ولكن سيد المراقبة كيف شخصت تسمى بطبيعة الحال كين مراقبة كين تنقيط وكين مراقبة ولكن للأسف الأجهزة الأمنية اللي هي مكلفة بالتاكسي حنا طلبنا عدة مرات باش تكون واحد المراقبة في الميدان مثلا كين سدود ديال الأمن الإدارية في بعض المناطق في المخارج تقوم بعد دور وكذلك كين بيروف براهيم الروداني ديال الأمن خاص بالتاكسي منفروض عنده سيارات يتلقل ويراقب التاكسي ويراقب شكل سيك التاكسي وكذلك يحس المواطن بأنه ركينا مراقبة ويحس السائق المهني بأنه ركينا مراقبة مدام أنه وضعيته سليمة وكين نقاطه والبيرمي دياله وكين عنده رخصة تيقى ورخصة سياقى والوتائق دياله متكامل فكن نظن على أن هذا الأمر ستنتهي منه لأنه منه كين تكون المراقبة كان طمأنه إحنا وكين طمأنه إحترى المواطنين في أنه كنا مراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية وما بين السلطات الأمنية ولكن كون دمان الحقوق باش يلقى السائق في نوقف يلقى محطات وكون تنسيق على مستوى مجلس مدينة الدار البيضاء ووالي جهات الدار البيضاء استطاق ووالي أمن الدار البيضاء إذا كانت نسيق ونكون واحدة كان يكسر كائف هذا الأمر سنحسنه من خدم مدينة القطاع التاكسي في مدينة الدار البيضاء سيم ستفاها شكرا جزيلا على قبول الدعوة المتتبعي قناة الفاس بريس إلى اللقاء فرصة القادمة إن شاء الله